اشتركوا في القناة هذه السنة هي أن الأرض لا تخلو من حجة لله جل وعلا على عباده لا تخلو ولن تخلو ودوام الكون ببقاء هذا الحج المجعول من قبل الله تبارك وتعالى هذه سنة إلهية قرآنية ثابتة تكوينية ما شئت فعبر ما تخلو الأرض من وجود الحجة هس هذا الحج كما عبر علي عليه السلام إما ظاهرا مشهورا أو غائبا مستورا أو مغمورا العبارتين صحيحتين يعني أو العبارتان صحيحتان هذا الحج لله إما ظاهرا مشهورا وإما غائبا مستورا هذا الحج لله على الخلق إما نبيا أو إماما أو من قسم ثالث لا هو نبي ولا هو إمام ولكنه حجة للحق على الخلق يعني حجة من طراز خاص مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا ابن مريم وأمه آية ابن مريم خون بحجة وأمه أم لا نبي ولا إمام لكنها القرآن يعبر عنها آية حجة على الخلق مريم كانت حجة على الخلق صلوات الله وسلامه عليها أيضا الخضر لا ثابت نبوت ولا إمامت عند الشيعة والسنة ما ثابت لا نبوت ولا إمامت عند الشيعة والسنة لكنه كان حجة من حجج الله تبارك وتعالى على الخلق مع أنه لا ثابت نبوته لا ثابت إمامته هكذا يعبر عنه القرآن فوجد عبدا من عبادنا عبدا من عبادنا لكن عباد من طراز خاص من نوع خاص من مقام خاص عبد مصطفى مجتبى حج لله تعالى مع أنه لا ثابت نبوته ولا ثابت شفت أنا في هذه المواقع التي وجدناها على الأنترنيات أنه يقول الإمام كيف يكون حج الإمام كيف القرآن الكريم يقول ليس فقط الإمام حج إبراهيم آخر عمر صار في أول عمر كان حج نبي آخر عمر حج إمام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين من ذريتي كان عند ذرية ذرية في آخر عمر حصل عليها إبراهيم إمام هذه حجية إماما من بعد ما كانت حجية نبوة يقول لك هو النبي حج الإمام كيف يكون حجة القرآن يقول أصلاً القرآن لا يقصر أو يقتصر بالحجية على مقام الإمامة بل يتعداها لأناس خاصين اصطفاهم الله اشتباهم الله ولا هم من الأنبياء ولا هم من الأئمة وإن الإشكال في الموضوع أنا أعجب على هؤلاء يقرؤون القرآن لا يقرؤون القرآن إن الله اصطفاكي الله يخاطب مريم مريم لا نبي لا إمام هو جناب من يقبل بالإمام يكون حجة والقرآن يعطي مقام الحجية حتى لغير الأئمة من أناس اصطفاهم الله بصورة خاصة هم مو أئمة ولا أنبياء إن الله اصطفاكي وطهركي واصطفاكي هكذا يخاطب الله مريم الله كلم أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه موسى كانت حجة بمقدار ما مريم كانت حجة ضمن دائرة ما معينة العبد الصالح علمه في مجال الخاص في المجال الغيبي اللي والخضر كان حجة على موسى مع أن موسى كان نبيا ورسولا ومن أولي العزم الخمسة يعني لا الشهادات عنده وشهادات خطيرة نبوه ورسالة شهادة أولي العزم اللي ما حصل عليها إلا خمسة فقط من الرسل الخضر في مجال علمه اللي تعامل به مع موسى عليه السلام كان علمه حجة على موسى وكان هو حجة من حجة الحق على الخلق وهو لا ثابت نبوت لا ثابت إمامته كمريم عليه السلام اصطفاها الله وهي ليست نبيا ولا إماما الاصطفاء الإلهي والاجتباء الإلهي والاختيار الإلهي لا يتوقف عند حدود الأنبياء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة